اهلا بكم اعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي تخصص مركبات في حلقتنا الجديدة في مادة تكنولوجيا العامة طلاب الصف الاول واهلا وسهلا بكم في قسم المركبات القسم المتميز اللي بيدخلوا الناس المبدعين سواء كانوا طلاب او مهندسين المهندسين بتوعك او اسد زيتنا في التوجيه قسم المركبات من الاقسام المتميزة جدا على مستوى العالم اللي سوء العمل طالبها سواء في مصر او خارج مصر فانت من الناس المحظوظة او الناس المتميزة جدا عشان دخلت قسم المركبات عشان تشوف المركبات او السيارات اللي ماشي حوالين منك وتفهم ازاي هي شغالة وميزة قسم المركبات ان كل يوم فيه جديد فاحنا محتاجينك محتاجين المبدع محتاجين المخترع محتاجين المهندس احنا محتاجين حضرتك في سوء العمل اهلا بك في سوق العمل عشان كده لازم تكون جاهز من النهاردة من وانت في سنة اولى جاهز لقسم المركبات وتكون مستعد وعمل تذاكر كل المواد بتاعتك وتاخد الموضوع بجد شوية واجتهاد عشان تكون قد المسئولية وقد قسم المركبات ان شاء الله تعالوا بينا نعرف النهاردة هناخد فرع من فروع ماد التكنولوجيا وهو المحركات فرع المحركات بيتكلم عن المحركات بشكل عام والمحركات زي ما احنا عارفين في السيارات بتاعتنا اللي احنا بنشوفها حوالين مننا في الشارع بتمشي دي في نوعين منها اساسيين محرك حراري ومحرك كهربائي ايا كان نوع المحرك الحراري او كان نوع المحرك الكهربائي وازاي بيتوصل مع اجهزة نقل الحركة اذا اللي انا عايزك تعرفوا وتفهموا الاول هو ان انا عندي نوعين من المحركات محركات حرارية ومحركات كهربائية المحركات الحرارية الاول دي سميناها حرارية عشان هي بتستخدم عفوا استخدم الحرارة بنستخدم الحرارة عشان نولد بيها طاقة اما المحركات الكهربائية فهي بتستخدم الطاقة الكهربائية عشان ناخد بيها حرارة تعالوا بينا نبدأ حلقتنا ونشوف اول نقطة عندي او اول شريحة عندي بتتكلم عن ايه؟ تعالوا بينا نشوف الشريحة الاولى بتتكلم عن انواع المحركات بشكل عام وانواع المحركات بشكل عام زي ما قلنا لسه من دقايق ان انا عندي نوعين من انواع المحركات عندي محرك حراري والمحركات الحرارية هي المحركات اللي قلنا اللي بتستخدم الطاقة اللي بتستخدم الطاقة الحرارية الموجودة في الوقود عشان تحولها إلى حرارة عشان تحولها إلى حرارة هنستخدم الطاقة الحرارية الموجودة في الوقود عشان نحولها إلى طاقة حرقية النوع الثاني قلنا محركات كهربائية والمحركات الكهربائية دي ممكن عشان لما نسمع مصطلحات وانت في قسم المركبات تبقى فاهم الدنيا بتمشي ازاي أنا عندي سيارات هايبرد والسيارات الهايبرد اسمع المصطلح عشان لما تسمعه تعرف تجاوب على الناس هيقولك أنت في قسم السيارات وما أنتش عارف التخصص هايبرد بيستخدم نوعين من أنواع المحركات محرك احتراق داخلي أو محرك حراري مع محرك كهرباء أنا بتكلم على النوع الثاني اللي هو ده المحرك الكهربائي أنا ممكن أستخدم محركين في السيارات الهايبرد محرك بيشتغل بالوقود محرك حراري ومحرك كهرباء أما المحركات الحرارية فأنا عندي أنواع منها كتير أنا بستخدم الوقود بستخدم الوقود بتاعي عشان أحصل على حرارة وأيا كان نوع الوقود بقى بنزين ديزل بايو ديزل غاز طبيعي أيا كان نوع الوقود أنا بستخدمه عشان أخد طاقة حرارية والطاقة الحرارية دي تديني طاقة حرقي يبقى أنا عندي كمان من المحركات الحرارية محرك سناء الدورة يعني بيعمل الدورة الحرارية في شطين يبقى المحرك الحراري منه نوعين النوع الأولاني أو من أنواعه نوع سناء الدورة سناء الدورة يعني بيعمل الدورة بتاعة الحرارية في شطين بس للمكبس ولفة واحدة العمود المرفق اما النوع التاني فهو رباع الدورة يعني ايه رباع الدورة يعني بيعمل الدورة الحرارية بتاعته وسمناها دورة حرارية يعني احنا بنحصل على حرارة من خلال سمناها حرارية عشان احنا بنحصل على الدورة الحرارية او الطاقة الحرارية من خلال yeah ima شطين لعمود المكبس شوطين للمكبس يأما أربع أشواط للمكبس طيب وعندي كمان محرك نفاس وعندي كمان محرك بخاري تمام يبقى دولة الأنواع الموجودة عندي في المحركات الحرارية اللي هي تستخدم الطاقة الحرارية وتحولها لي إلى طاقة حركية يبقى المحركات الحرارية احنا بنستخدم نوع وقود عشان نحصل على حرارة ولما نحصل على حرارة نحول الحرارة دي إلى طاقة حركية كده احنا صنفنا المحركات اللي ماشية في الشارع اللي حضرتك بتشوفها أو الموجودة معاني طب بالنسبة للمحركات الكهربائية قلنا أنا عندي نوعين في الأساس يأما سيارة هايبرد يأما سيارة كهربائية خالص فالهايبرد دي بيستخدم مكانتين محرك حراري ومحرك كهربائي أما السيارة الكهربائية فهو بياخد أو بيكون موجود عنده في السيارة محرك كهربائي بس طب المحرك الكهربائي ده عايز طاقة كهربائية ممكن نحصل على الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية وبنشوف السيارات الطاقة الشمسية والطيارة وعملوا طيارة كمان بتشغل بالطاقة الشمسية هاياخد الطاقة الشمسية يحولها إلى طاقة كهربائية والطاقة الكهربائية يديها للمحرك الكهربائي بتاعي عشان السيارة بتاعتي أو الطايرة بتاعتي تبدأ تمشي النوع الثاني اللي هي بطارية ان انا يكون عندي بطارية ايا كان نوع البطارية موجودة في السيارة بتدي طيار كهرابي للمحرك بتاعي عشان المحرك بتاعي يبدأ يحرك السيارة يبقى انا كده عرفت الاول انواع المحركات وده فرع الاول دي مادة تكنولوجيا عامة بتاخدها حضرتك في سنة اولى قسم المركبات بشكل عام بناخد تلات فروع اول فرع عندي هو فرع المحركات واحنا اتكلمنا عن المحركات بشكل عام قلنا ان انا عندي محركين او نوعين من المحركات محرك حراري ومحرك ايه كهرباء ايا كان نوع المحرك الحراري عفوا طيب نيجي بقى نشوف اشكال المحركات بتاعتي الصورة الاولانية اللي فوق ده محرك سناء الدورة محرك اللي تحت ده عندي محرك رباعي الدورة الصورة اللي على اليمين دي محرك نفاس وبنستخدمه في الطيران طيب كمان عندي ده شكل تاني لمحرك النفاس وبعدين المحرك البخاري اللي كان زمان كنا بنستخدمه في القطرات القديمة طيب نشوف شكل المحرك الكهربائي وده تقريبا شكل المحرك الكهربائي زي مطور الميا اللي موجود عندك في البيت زي اي محرك كهربائي بنستخدمه في اي ادوات اه منزلية موجودة نفس الفكرة ان انا بدي له طيار كهرابي بيحول الطيار الكهرابي الى طاقة حركة ودي السيارة اللي بتشغل بيه الطاقة الشمسي تمام نكمل لما نيجي نتكلم بقى عن المحرك بشكل هنقول ان المحرك هو قال المحرك هنتكلم دلوقتي عن المحرك الحراري وسميناه محرك حراري قلنا عشان بياخد الطاقة الحرارية الموجودة في الوقود هنحرق الوقود وناخد منه طاقة حرارية فالمحرك ده هو قال تقوم بتحويل الطاقة الكيميائية الاول الى طاقة حرارية وبعدين ناخد الطاقة الحرارية نحولها الى طاقة حرارية اذا المحرك بتاعي الموجود في السيارة كل السيارات اللي ماشي حوالين منك الغالب منها في مصر محركات حرارية وقلنا تاني حرارية عشان بنولي الطاقة حرارية من خلال الوقود اختلاط الهواء مع الوقود ناخد منه طاقة حرارية وبعدين من الطاقة الحرارية دي نحولها الى طاقة حرارية يبدأ المكابس بتاعته تشتغل والمحركات او السيارة بتاعته تبدأ تمشي اذا المحرك هو مصدر الطاقة الحرارية في السيارة بتاعته او المركبة المحرك هو مصدر الطاقة الحرارية في المركبة بتاعتي ايا كان نوع المحرك بتاعي سواء كان محرك كهربائي او محرك حراري لكن احنا دلوقتي او الحلقة دي هنتكلم عن المحرك الحراري وازاي المحرك الحراري بيشتغل تعالوا نكمل لما نيجي نعرف كمان ان المحركات الحرارية ده هي بتاخد الطاقة الحرارية الموجودة في الوقود نحولها او هناخد الطاقة دي الموجودة جوه الوقود هنخلطه بالهوى عشان يحصل عندي ايه احتراء تمام حصل احتراء الاحتراء ده هيعمل ايه الاحتراء ده هيولد حرارة عالية جدا الحرارة العالية جدا دي هتبدأ تحرك المكبس بتاعي يحصل لها تمدد الغازات بتاعته نتيجة الاحتراء الهوى مع الوقود هيبدأ يحصل تمدد للغازات الغازات دي لما هتتمدد هتعمل ايه هتبدأ تأثر على المكبس وترفع الضغط ترفع الضغط داخل الاستوان عشان تديني حركة لمن حركة للمكبس بتاعته تبدأ تأثر على المكبس وانا عندي هنا حسب قوانين الضغط والحرارة ان لما بتزيد درجة حرارة بيزيد معاية الضغط اذا التمدد اللي هيحصل له الحادث بسبب الانفجار او الاشتعال هيحصل تمدد له الغازات بتاعته داخل غرفة الاحتراء فيبدأ يزيد الضغط يقوم يأثر على المكبس بتاعي عشان يحرك المكبس بتاعي من النقطة الميتة العليا الى النقطة الميتة السفلة عشان يحرك من عمود الكرانك ومدام حرك عمود الكرانك المكبس بتاعي الاول هيبدأ يتحرك حركة ترددية في خط مستقيم لفوق والتحت من النقطة الميتة العليا للنقطة الميتة السفلة بس دي حركته سواء كان في شوت سحب او ضغط او اشتعال او عادم لو كان محرك رباعي والمحرك السنائي هنشوفه دلوقتي وهنشوف ازاي بيشتغل برضو نفس الكلام اذا حركة المكبس حركة ترددية في خط مستقيم الحركة دي هنبدأ ناخدها نديها لعمود المرفق عشان عمود المرفق يحولها لي الى حركة دورانية اذا المكبس مع زراع التوصيل هيديني حركة ايه ترددية تمام الحركة الترددية ديت هنديها لعمود الكرانك وعمود الكرانك هي حولها لي الى حركة دورانية تمام كده بدأت بدأت المركبة بتاعتي تتحرك وتمشي بدأت المركبة بتاعتي تتحرك وتمشي من خلال عمود الكرانك مع زراع التوصيل كده احنا ولدنا الطاقة الحرارية اللي احنا محتاجينها معاني طيب نكمل نشوف الفيديو اللي قدامنا ده سواء نرجع له تاني ونشوف الفيديو ده هيشتغل ازاي ونشوف حركة الحركة اللي احنا بنتكلم عليها ده البنزين هناخد البنزين عشان نخلطه بالهوى بتاعي بنسب طبعا احنا كلنا عارفينها نسب الخلط واحد الى خمستاشر في محرك البنزين تقريبا واحد لخمستاشر شايفين حركة المكبس اللي حصلة معايا دي حركة المكبس دي اللي احنا بنقول عليه احنا دلوقتي كده ولدنا طاقة حرارية عشان كده احنا سميناه محرك احتراق داخلي او محرك حراري طيب نشوف تاني نشوف تاني احنا هناخد البنزين من خلال منظومة البنزين اللي احنا عارفينها او لسه هنعرفها ان شاء الله في الحلقة بتاعتي ناخد البنزين نخلطه مع الهوى يبدأ يمشي في الطريق بتاعه عشان يدخل لي الكاربيراتير او الرشاش زي ما احنا شايفين في المحرك اللي شغال دلوقتي هنا في رشاش بيحقن البنزين بتاعي فوق الصمام في شوت السحب في بداية شوت السحب زي ما احنا شايفين الاحتراق حصل هيبدأ بعد الاحتراق شوت الكنس وبعدين شوت السحب عشان يبدأ نشوف زي ما احنا شايفين كده الاحتراق اللي بيحصل داخل غرفة الاحتراق ده كده المكانة بتاعتي شغالة زي ما احنا شايفين هول بستم مع زراع التوصيل هيدي لعمود القرنق عشان يحول الحركة بتاعتي الى حركة دورانية من ترددية بتاعت المكبس صعود وانزول الى حركة دورانية نكمل ونشوف بعد كده انا كنت عايزك تشوف حركة المكبس ده اللي بيحصل جوه اي مركبة او اي سيارة ماشية جنبي منك ده اللي حاصل بالزبط المكبس بيتحرك صعود وانزول او من النقطة الميتة السفلة الى النقطة الميتة العليا واعرفين احنا طبعا سميناها ليه نقطة ميتة عليا علشان هي اعلى نقطة هيصل اليها المكبس وتكون سرعته صفر ويعكس اتجاهه من صعود الى نزول نفس الكلام بالنسبة للنقطة الميتة السفلة هي ادنى نقطة يصل اليها المكبس ويغير اتجاهه من نزول الى صعود نكمل طيب انا عندي بعد كده منظومة الوقود ما انا محتاج عشان يحصل احتراء محتاج اوصل وقود لغرفة الاحتراء او للاستوانة هنوصلها من خلال الخزان مع مضخات الوقود والفلاتر والحاجات اللي احنا عارفينها دي الدايرة اللي احنا عارفينها بتاعت منظومة الوقود عشان نوصل الطيار الكهرابي عشان نوصل الوقود بتاعي الى غرفة الاحتراء ازا المنظومة بتاعت الوقود منظومة ضرورية ومهمة جدا لو حصل فيها اي عطل المحرك بتاعك مش هيشتغل يبقى خزان فلاتر مضخة الوقود بتاعتي سواء كانت ميكانيكية او كهربائية ده هنعرفه السنة الجاية ان شاء الله محتاج تعرف ان انت عندك منظومة اسمها منظومة وقود في محرك الاحتراق الداخلي عشان توصل الوقود بتاعي يا اما للكربيراتير لو كانت السيارة من السيارات القديمة او البخاخ من السيارات الحديث تعالوا نشوف النظام اللي بعد كده الدايرة او المنظومة التانية زي ما احنا شايفين في الشريحة المنظومة التانية عندي هي منظومة الاشتعال ما احنا دخلنا الهواء مع الوقود الهواء مع الوقود ده مش هيشتعل لوحده لازم نديله شرارة كهربائية لو كان المحرك بتاعي بنزين طب لو كان المحرك بتاعي ديزل محرك بتاعي لو ديزل هيحصل اشتعال ذاتي لكن في محرك البنزين انا محتاج ادي شرارة زي ما احنا شايفين مكتوبة على الشاشة قدامك ان احنا محتاجين شرارة كهربائية بضغط عالي يصل الى تلاتين الف فولت عشان يبدأ يعمل احتراء للجزء البسيط جدا اللي بين انفاي الشمعة الاشتعال شمعة الاشتعال لو احنا شفناها هنلاقي لها قطب سالب وقطب موجب المسافة بينهم صغيرة جدا كده بتقفز الشرارة ما بين النقطتين بين القطب الموجب والقطب السالب بالشكل ده اثناء ان هي بتقزف او بتعبر المسافة دي بتحرق الوقود او الهوى مع الوقود الموجود بين النقطتين فيبدأ يحصل اشتعال بتاعي او الاشتعال اللي هيحصل بقى يبدأ المخلوط كله يشتعال اذا منظومة الاشتعال مهمة جدا انا جبت هوى ووقود بس مش هيشتعل الهوى والوقود اللي لازم يكون معايا كمان شرارة قهربية عشان كده لازم نعمل منظومة الاشتعال تعالوا نكمل المنظومة اللي بعد كده المنظومة التانية هي منظومة التزييد داير التزييد انا دلوقتي عملت اشتعال الاشتعال ده هيعمل درجة حرارة عالية جدا للمحرك والاجزاء بتاعتي متحركة او البساتم بتاعتي عمالة تتحرك بشكل ترددي وبسرعة عالية جدا حسب الار بي ام الموجود في السيارة بتاعتي طيب الحركة بتاعت الانباساتم دي مش محتاجة زيت عشان ما يحصلش احتكاك وتأكل للاجزاء صحيح ودرجة الحرارة المرتفعة دي انا محتاج انزلها محتاج اعمل انزل درجة الحرارة شوية من خلال التزييد اذا الحركة اللي هتحصل هترفع كمان درجة الحرارة فانا لما لما هحط زيت هيمنع التآكل اللي حاصل بين الشمبر وجدار الاستوانة وكمان هيقلل درجة الحرارة اذا انا محتاج منظومة او دايرة زيت في اه المحرك بتاعي كمان محتاجين دايرة تبريد منظومة التبريد بتاعتي مهمة جدا لان درجة حرارة الغرفة او الاشتعال اللي بيحصل داخل غرفة الاحتلاء بتصل درجة الحرارة فيه لالف درجة معوية فانا محتاج اقلل درجة حرارة المحرك لالا كل مادة مع كل شوطش انفجار او اشتعال درجة الماكنة بتاعتي درجة حرارتها هترتفع جدا وبالتالي لازم نعمل تبريد للمحرك بتاعي تعالوا بقى نشوف الدورة الحرارية بتاعتي الدورة الحرارية هي طاقة هتنتقل من جسم او تعالوا نعرف الحرارة الاول بتتم ازاي الحرارة هتتنقل من جسم درجة حرارته منخفضة هتتنقل لجسم درجة حرارته منخفضة من جسم اخر درجة حرارته مرتفعة يبقى الحرارة هتتم لما يكون فيه فرق في درجات الحرارة جسم درجة حرارته منخفضة وجسم اخر درجة حرارته مرتفعة يقوم يحصل الانتقال دلوقتي في الحالة دي يحصل انتقال لدرجة الحرارة بتاعتي لو درجة حرارة الشمس اعلى من درجة حرارتك فانت هتحس بالدفء لان درجة حرارة الشمس هتجي لك او لو حضرتك مسكت اي جزء ساخن وكانت درجة حرارته اعلى من درجة حرارتك فانت هتحس بالحرارة والحرارة هتتنقل من الجسم الصلب اللي هو درجة حرارته عالية عنك هتحس بالحرارة ازاي ده من خلال الملامسة اللي حضرتك بتحسها طيب ده بالنسبة لدرجة حرارة طيب عايزين نعرف مصادر الطاقة الحرارية الطاقة الحرارية بنحصل عليها من الشمس وطبعا الحاجة التانية اللي هنحصل عليها الوقود والوقود ده بنستخدمه من بنجيبه من باطن الارض وحاجات بنعمل عمليات تكرير وحاجات زي كده ازا اول حاجة او اول مصدر هحصل عليه هحصل منه على طاقة حرارية هي الشمس طب تعالوا نعرف طرق انتقال الحرارة الحرارة هتتنقل ليا ازاي الحرارة هتتنقل ليا من خلال التوصيل او التلامس ان انت تمسك جسم صلب اه جسم اه درجة حرارته مرتفعة فاذا الحرارة هتتنقلك يعني حضرتك لو احنا مسكين القلم ده والقلم ده كانت درجة حرارته اعلى من درجة حرارة جسمي فانا بحس بدرجة الحرارة عفوا او ان درجة حرارة تتنقل بالحمل يعني ان الهوى لو حضرتك واقف قدام مكان في درجة اه زي فرن اي حاجة بتمصدر للحرارة فالهوى بيشيل درجة الحرارة اللي حصلة او العالية دي ينقلها الهوى او يحملها ويوصلها لك اذا اول نقطة عندي هتتم من التلامس او التوصيل هيحصل توصيل او من خلال الحملة الحمل ان الهوى يشيل درجة حرارة العالية ويوصلها لك زي ما قلنا لو الالم ده درجة حرارته عالية وانت جيت لمسته فدرجة الحرارة تنقلت من الالم الى ايدك طيب الحاجة التانية ان لو الالم ده كان درجة حرارته مرتفعة جدا الهوى اللي هيعدي منه هيعدي من حوالين منه كده هينقل درجة حرارة لايدي زي ما احنا شايفين وده بيحصل استخدمنا كل النظريات دي في السيارة بتاعتنا الريداتير الموجود في وش السيارة او في مقدمة السيارة لما الهوى بيمر من خلال المروحة بتدفعه من خلال اه اه الريش او الزعانب بتاع المشعة او الريداتير بتنقل درجة حرارة او تقلل درجة حرارة المية الموجودة في المشعة بتاعي النوع التالت من انتقال الحرارة هو الاشعاع درجة حرارة الشمس بتجنى من خلال الاشعاع اشعة الشمس فدرجة حرارة تتنقل من الشمس مع انها بعيدة جدا عننا عن كوكب الارض لكن بتصل درجة حرارتها آآ لينا في الارض هنا من خلال الاشعاع يبقى انا عندي تلات طرق لانتقال الطاقة الحرارية عايزين نعرى بقى وحدات قياس الطاقة الحرارية وحدات قياس الطاقة الحرارية هي الجول والمضاعفات بتاعت الجول بتاعي والجول هو السعر الحراري او الكالوري هو بيساوي السعر الحراري تقريبا او الكالوري بيساوي تقريبا اربعة واثنين من عشرة جول اذا السعر الحراري بيساوي الكالوري بيساوي اتنين واربعة من عشرة تقريبا جول طيب نكمل عايزين نعرف السعر الحراري ايه هو السعر الحراري اللي احنا بنحصل عليه من خلال كمان حتى الغزاء اللي احنا بناخده بيقولك انت خد كام سعر حراري في الوجبة دي نفس الكلام احنا بنستخدمه هنا في السيارات او في المركبات بتاعتي هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء المقطر درجة واحدة مئوية تحت الظروف المثالية من الضغط ودرجة ايه الحرارة تب ليه هنا قال جرام من الماء المقطر ليه خد الماء المقطر عشان لو الماء المقطر ده في نسبة املاح زيادة او شوائف فهو هيحتاج درجة حرارة زيادة ازا السعر الحراري في الحالة دي مش هيكون مزبوط ازا السعر الحراري هي كمية الطاقة المطلوبة لرفع درجة حرارة واحد جرام واحد جرام من الماء المقطر وقلنا ماء مقطر عشان يكون خالي من الاملاح والشوائب لان كل الحاجات اللي هتبقى مضافة للماء في الحالة دي هتحتاج درجة حرارة زيادة ازا هو هياخد سعرات حرارية زيادة ازا تاني بنعيد وكتر التكرار بيعلم شطر وانا عايزك تفهم مش تحفظ ارجوكم انت في مجال السيارات مهم جدا انك تفهم الحاجة ما تحفظها السعر الحراري هو مقدار الطاقة المطلوبة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء المقطر درجة واحدة مئوية في ظروف الضغط ودرجة الحرارة الطبعية تعالوا نكمل يعني ايه درجة حرارة عفوا درجة حرارة هي مقياس سخونة او برودة الجسم او المادة اي انها الدرجة القياسية التي تتخذ للمقارنة بين سخونة وبرودة الجسم او شدته يعني لو قلنا درجة حرارة الانسان الطبعية هي ستة وتلاتين ونص اي زيادة عن كده فاحنا بنقول الشخص ده درجة حرارته مرتفعة واي ينزول عن كده فبنقول جسم الشخص ده درجة حرارته منخفضة ولو قلنا مثلا درجة حرارة التجمد بتاع الماء النقي هي زيرو يبقى الزيادة عنك لو جينا نقيس درجة التلج او جينا نقارن هنقول واحد درجة مئوية دي كده زيادة سالب درجة مئوية دي كده نقصة ازا الدرجة الحرارة هي الدرجة اللي احنا بنقارن عندها حرارة الجسم سواء كانت بالزيادة او بالنقصة تعالوا بقى نعرف هنا الموضوع العلاقة ما بين الحجم مع الضغط العلاقة هنا عكسية بيقول لي ان لو الحجم ده قانون بويل بيقول ان لو علاقة الحجم مع الضغط علاقة عكسية تمام وعلاقة وقانون شارل بيقول علاقة درجة الحرارة اللي هي تي مع في اللي هي الحجم علاقة طردية يعني لو زادت درجة الحرارة هيزيد لو زاد آآ درجة الحرارة هيزيد معي الحجم لو قلت درجة الحرارة هيقل معي الحجم طبعاً نفس الكلام بالنسبة لدرجة حرارة مع الضبط تعالوا بقى نعرف درجة حرارة اللي بتتولد في غرفة الاحتراء لو هي 1000 درجة مئوية احنا بنقسمها ازاي درجة حرارة دي بتتم ان 33 و 3 من 10 بتروح في العادم الرقم بتحطم عكوس دي 33 و 3 من 10 يعني الحرارة اللي هتتولد في غرفة الاحتراء هتتقسم على 3 اجزاء جزء هيروح للعادم والتلت التاني هيروح مع ماء التبريد يعني مية التبريد هتمتصه من خلال جدار الاستوانة هتاخده من الجدار بتاع الاستوانة لان الماء طبعا الجلبة الجفة والجلبة المبتلة لسه هناخد الكلام ده لكن الاستوانة نفسها بيكون حواليها اميس الاميس ده فيه مية المية دي هتاخد درجة الحرارة بتاعة الغرفة تاخد منها جزء الجزء ده اللي هو التلت اللي هو 33 و 3 من 10 يبقى تلت هيروح في العادم وتلت هيروح في ماء التبريد واحنا هنستفيد بالتلت بس اللي هو هينزل المكبس من النقطة الميتة العليا الى النقطة الميتة السفر اذا انتاني بنقرر درجة الحرارة اللي هتتولد جوه الغرفة بتاعة البستم بتاع المحرك بتاعك بتاع العربية اللي ماشي حوالين منك مش كلها بنستفيد منه هو محرك حراري يعني احنا بناخد الطاقة الحرارية دي ونحولها الى طاقة حركية زي ما اقولنا كل الطاقة الحرارية اللي هتتولد هناخدها مستر لا مش كلها هناخد التلت بس طب والتلتين التانيين هيروحوا فين تلت يروح للعدم يخرج مع العادم وتلت ماء التبريد هتمتصه او هتحمله في الحالة دي هيبقى توصيل درجة الحرارة هتتنقل بالتوصيل هياخد درجة حرارة من خلال الامصان او جدار الاستوانة ويطلع بيها على المشع وبعدين ييجي الحمل اللي هو الهوى ياخد درجة الحرارة دي ويبدأ يقللها او ياخدها من المشع عشان يقلل درجة الحرارة تعالوا بينا نكمل اذا انا هستفيد بتلت الحرارة بس في حركة المجبس بتاعي اللي هو هاخدها وحولها الى طاقة حركية طيب نكمل بقى ونقول انواع المحركات هنا هنبدأ نقسم المحركات بتاعتنا حسب ترتيب الاستوانات او حسب الخواص القاتية ممكن عندي ترتيب الاستوانات نوع الاشتعال طريقة التبريد موقع عمود الكمات وبعدين نوع الوقود ترتيب الاستوانات ودورات التشغيل وطريقة تحضير الخليط وكمان ممكن نقسم او نصنف المحركات حسب شحن الاستوانات نقول محرك اه اه تيربو او محرك عادي والمحرك او الحركة الاساسية تعالوا نشوف حسب ترتيب الاستوانات انا عندي ده محرك طولي شايفين حركة المكابس بتاعتي شغالة ازاي اول صورة على الشمال فوق ده محرك طولي اربع سلندر اهو اربع مكابس او اربع استوانات المكبس بيتحرك داخل الاستوانة بتاعتي تعالوا نشوف كمان الزراع التوصيل اللي هو باللون الازرق عمود الكارانكة هوت نعرف الاجزاء بالمرة البستم البستم هو اللي بتحرك واللون هو رصاص اللون اللبني او الازرق ده ده لون زراع التوصيل وبعدين زراع التوصيل النهاية بتاعدته رجبة على الركبة اسمها الركبة على الركبة بتاعت عمود الكارانك عمود الكارانك خاد الحركة اللي حصلة قدام مني دي الحركة اللي حصلة حركة ترددية بتاعت البستم خذ الحركة الترددية دي حولها الى حركة دورانية زي ما احنا شايفين عمود القرانك بيدورها او بيخلي الحركة بتاعته حركة دورانية عشان ناخد الحركة الدورانية دي نديها للعجل بتاعه اذا ده محرك طولي الصورة اللي على اليمين مقابل منه بالزبط ده محرك عرضي محرك عرضي كل مكبسين عكس بعض وعمود القرانك زي ما احنا شايفين هو ده البستم زراع التوصيل متصل بالرقبة بتاعته الرقبة اللي هي مع عمود القرانك وبعدين الكراسي بتكون موجودة على خط واحد او كراسي التثبيت بتاع عمود القرانك يبقى ده محرك عرضي محرك عرضي كل مكبسين عكس بعض بالزبط والصورة اللي تحت على اليمين الصورة اللي تحت على اليمين ده محرك حرف V يعني انا لما اقول لك محرك تمانية سلندر ما تتخضش او محرك ستة سلندر هتقولي لو احنا عملنا محرك ستة سلندر طولي زي اللي قدامني فوق على الشمال هنقول احنا محتاجين طول او هنحتاج كبوت العربية بتاعي يكون طويل عشان المحرك ده هيكون طويل جدا فالشركات بدأت تنافس بعضها في التطوير فعملوا المحركات اللي هي عدد استوانات بتاعتها كبير عملوها بشكل حرف V او محركات عرضية زي ما احنا شايفين المحرك اللي فوق ده ممكن يكون تمانية سلندر ايا كان عدد الاستوانات هنا او هنا مفيش مشكلة خالص والمحرك الاخير بتاعي ده هو محرك دوار وعدد الاستوانات برضو مسموح يكون زي ما يكون اذا ده الترتيب او تصنيف المحرك حسب ترتيب الاستوانات تعالوا نعرف حاجة تانية نيجي نقسمها حسب الدورات او عدد او دي عدد الاشواط عندي محرك سنائي ومحرك رباعي الدورة محرك اللي قدام مني ده محرك رباعي الاشواط المحرك الموجود قدامي لكن في نوع تاني اسمه محرك سناء الدورة وده اللي بنستخدمه في الدراجات النارية واللانشات والحاجات دي لكن انا لما اجا صنف المحرك ده هو محرك احتراق داخلي محرك حراري احتراق داخلي رباعي الاشواط ويعني اين رباعي الاشواط بالمرة والشريحة شغالة معنا رباعي الاشواط يعني بيعمل الاربع اشواط بتوع اللي هما سحب وضغط واشتعال وعادم سحب ضغط اشتعال عادم ماينفعشي حاجة تيجي قبل التانية زي ما احنا شايفين نبص على الشريحة سحب وضغط واشتعال وعادم لو بصينا للمكبس رقم واحد اللي هو قدام مني ده هنلاقيه بينزل دلوقتي عشان يعمل سحب وبعدين ضغطه وبعدين اشتعال وبعدين عادم لو بصينا للصمامات اللي هي لونها احمر دي صمامات العادم الصمامات التانية اللي لونها ازرق دي صمامات السحب وده المكبس بتاعي المكبس زراع التوصيل عمود الكرام اذا ان انا لو صنفت المحرك حسب حسب الدورة او عدد الاشواط هنقول محركات رباعية الدورة ومحركات سنائية الدورة طيب لما نيجي نقسمها بقى حسب الاشتعال هنقول محرك اشتعال بالشرارة ومحرك اشتعال ذاتي الاشتعال بالشرارة ده اللي هو مين ده محرك البنزين ومحرك الغاز اما اما المحرك الاشتعال الذاتي فهو محرك الديزل محرك الديزل هو المحرك الوحيد اللي بيشتغل بدون شرارة وفيه سيارات فيه طبعا شركات بدأت تتطور دلوقتي في 2021 ووصلت ليه محركات بنزين تشتغل بدون شرارة لكنها لسه ما نزلتش السوق المصري لكن لما نيجي نقسم المحركات بتاعتي ونقول حسب طريقة الاشتعال هنقول اشتعال بالشرارة او اشتعال ذاتي والقلنا الاشتعال الذاتي اللي هو محركات الديزل طيب كمان حسب التحضير التحضير الخليط اللي هو الهوى مع الوقوت هيبقى عندي محرك كربيراتير عشان يخلط الهوى مع البنزين اللي هو الموزع او الخلاط هيقلط الهوى مع البنزين من خلال كربيراتير او المغزي ومحرك تاني بيشتغل بالحواقن او الفول انجيكشن اذا انا عندي محرك كربيراتير ومحرك انجيكشن طيب تعالوا نغير ونشوف كمان حسب نوع الوقود هنقول محرك بنزين ومحرك ديزل محرك البنزين ده نقدر نحط معاه كمان الغاز ومحرك الديزل نقدر نحط معاه البايو ديزل وفيه طبعا محركات بتشتغل بوقود بديل زي الهيدروجين ووقود تاني متعدد التركيب طيب لما نيجي نقسم كمان المحركات بتاعتي محركات الاحتراق الداخلي الحرارية هنيجي نقسمها هنقول محركات حسب التبريد محركات تبريد بالمية ومحركات تبريد بالهوى وخلينا نقف عند تبريد بالمية لان انا عندي نوعين من التبريد بالمية مكنة بتتبرد بالمية ودايرة التبريد بتاعتي مغلقة زي اللي في كل العربيات اللي احنا بنشوفها اللي ماشي حوالين مننا ومحركات تانية دايرة التبريد بتاعتها مفتوحة زي مكنة الرأي الموجود في الارض الزراعية المكنة عمالة تسحب مية وبتضغطها وبتضخها من خلال الطرد في خط مية بيمشي من الكوع من الجنب كده عشان يدخل المكنة من اسفل ويخرج في نفس اللحظة عشان كده احنا ما احتفظناش بالمية داخل المكنة طلعناها على طول عشان كده سميناها دايرة مفتوحة اما التبريد بالهوى كلنا عارفينه زي الموجود في الدراجات النارية بتاعتها تعالوا نكمل طيب حسب الشحن بقى هنقول في محركات شحن عادي ومحركات شحن مضغوط اللي هي التيربو اتشارج محركات التيربو اتشارج ومحركات العادية جدا اللي ما فيهاش تيربو طيب حسب موقع عمود الكمات هنقول محرك عمود الكمات بتاعه بيكون في رأس المحرك فوق او عمود الكمات في المنتصف في جنب المكنة وده كان موجود زمان اغلب السيارات او المحركات الموجودة دلوقتي بتكون فوق في رأس المحرك طيب حسب الحركة الاساسية عندي محرك تردودي محرك دوراني محرك تيربيني ومحرك نفاس ابقى انا كده صنفت المحركات بكل اشكالها وكل الوانها اخر حاجة كانت عندي كان المحرك حسب الحركة وكان حسب الحركة محرك تردودي او محرك دوراني او محرك تيربيني او المحركات الايه النفذة هلو بقى نعرف طريقة عمل المحرك المحرك بتاعي بيتم لو كان محرك احتراك داخلي رباعي الأشواط فبيعمل الأربع أشواط بتوعي للفتين لعمود المرفق ولفة واحدة لعمود الكامات بالراحة الدورة الحرارية عشان تتم يعني ايه دورة حرارية يعني انا عايز احصل على شوت قدرة شوت القدرة اللي هو ايه يا شباب اللي هو الشوت الفعال اللي هو ايه الشوت الفعال اللي هو شوت الاشتعال برضو اللي هو شوت الانفجار كل دي مسميت للشوت الفعال انا يهمني في الأشواط الأربعة دول هو شوت القدرة لان ده اللي انا بحصل باخد منه طاقة باخد الطاقة دي احولها الى طاقة حراقية طيب ايه هم الأربع أشواط شوت سحب شو الضغط بالترتيب ما ينفعش حاجة تيجي يعني ما ينفعش الضغط يجي قبل السحب لا السحب الاول نسحب المجبس تحرك من النقطة الميتة العليا الى النقطة الميتة الايه السفل سحبنا هنسحب ايه هوا وبنزين ده لو كان محرك بنزين او هوا وغاز لو كان محرك غاز طيب لو كان ديزل احنا هنسحب هوا بس يبقى لو المحرك بتاعي اشتعل بالشرارة انا هسحب هوا مع بنزين سحبت المجبس هتحرك النقطة الميتة العليا الى النقطة الميتة السفر موضوع سهل جدا وقلنا في بداية الحلقة ليه سميناها نقطة ميتة عليا عشان دي اعلى نقطة هيصل اليها المكبس المكبس طالع بسرعة جدا هيصل الى اعلى نقطة ويهق عند النقطة دي سرعته هتكون سفر ويغير اتجاهه وينزل بنفس السرعة يعني السرعة هتموت في اللحظة دي هتبقى سفر المكبس طالع بسرعة عالية جدا وصل للنقطة الميتة العليا بقت سرعته صفر يبدأ ينزل من النقطة الميتة العليا الى النقطة الميتة السفر حركة المكبس هنا حركة ترددية صعود ونزول بس ما بيعملش حاجة تانية غير كده تب السفلة سميناها سفلة ليه هي ادنى نقطة يصل اليها المكبس وعندها تصل سرعة المكبس لصفر وبيغير اتجاهه من من صعود من نزول الى صعود طيب في شوت السحب المكبس هيبدأ من فوق من نون ميم عين ولا من نون ميم سين المكبس بتاعي هيتحرك صاعد ولا نازل الشباب اللي شغالين معايا في المدارس واللي متابعين هيقولوا ان المكبس في شوت السحب هيتحرك من النقطة الميتة العليا يبقى يبقى في الحالة دي هو ايه نازل حضرتك المكبس نازل من النقطة الميتة العليا يبقى انا لو هشرح والموضوع سهل جدا يا شباب واكتبيوه بالطريقة اللي تعجبكم مش لازم تكتبوا زي ما احنا كتبينه في الكتاب اكتبوا بالشكل بالشكل اللي انت فهمته يعني لو قلت ان في شوت السحب هيتحرك المكبس من النقطة الميتة العليا الى النقطة الميتة السفلة ويكون صمام السحب مفتوح صح اكتب بالطريقة اللي تريحك المكبس نازل في شوت السحب المكبس نازل من فوق الى اسفل وصمام السحب مفتوح صح طيب هو لما بينزل في شوت السحب ايه اللي بيحصل المجبس عمل خلخلة شفط والخلخلة او الشفط دي يعني الضغط داخل الاستوانة اقل من الضغط خارج الاستوانة حضرتك انت في البيت لو جبت كباية عصير قدام منك حطناها قدامنا على الطاولة وجبنا شفاط وسحبت حضرتك بالشفاط العصير مستواه اقل من مستواك انت سحبته سحبته ازاي بالشفط يعني ايه شفط يعني الضغط داخل بؤك اقل من الضغط داخل الكباية اللي فيها العصير فعشان كده انت سحبت بيس عليها كل شيء طيارة نفسها اللي بتطير اللي هي المروحية دي بتطير علشان المروح المروح اللي فوق بتقلل الضغط فوق المروحة تسحب الجسم نفسه بتاع الطيارة الفوق المجبس لما هيتحرك من النقطة الميتة العليا الى النقطة الميتة السفلة بيعمل خلخلة شفط شفط بيكون صمام السحب بتاعي مفتوح هيدخل هوا مع بنزين عشان الضغط جوه اقل فبيسحب سحب الشحنة بتاعتي ملل استوانة بتاعتي هوا مع بنزين يبدأ هو نزل هيفضل تحت لا لازم يطلع تاني فبيتحرك من النقطة الميتة السفلة الى النقطة الميتة العليا هيدغط شوت الاندغاط صمام ايه اللي هيبه مفتوح يا شباب بعض الشباب سألتهم قالولي صمام الضغط انا ما عنديش غير صمامين اللي موجود في محرك الاحتراق الداخلي رباع الدورة نوعين من الصمامات نوعين يا صمام سحب يا صمام ايه عادة ممكن صمام السحب يكون اتنين وصمام العادم يكون اتنين عادة لكن هم نوعين بس من الصمامات صمام السحب وصمام الايه العادم صمام السحب بيفتح في شوت السحب وصمام العادم بيفتح في شوت العادم يبا انا عندي شوتين مش هيكون فيهم صمامات مفتوح اللي هما ايه الضغط والاشتعال طب تعالوا نفتح صمام في شوت الضغط والمكبس عمال يتحرك من النقطة الميتة السفلة للنقطة الميتة العليا عشان يضغط الشحنة والدم منه تخيلوا ان المكبس عمال يضغط الشحنة وفيه صمام مفتوح إيه اللي هيحصل؟ الشحنة بتاعتي كلها بتتهر إذن الياي الياي بتاع الصمام لو اتكسر بيحصل إيه؟ الشحنة بتاعتي بتتهر تلاقي العربية فيها باستم الشغال يروح للفن اللي هو حضرتك يقول له أنت عندك ياي من يايات الصمامات مكسور ليه؟ لأنه لما اتكسر ما بقاش رافع وقافل الصمام الياي دا بيسحب الصمام بتاعي الفوق عشان يقفل القعدة بتاعته لما الصمام الياي دا مش موجود أو مكسور ما لهش أي تأثير ما لهش أي قوة الصمام هيفضل مفتوح كمان هيدرب البستم وممكن يحصل له انبعاج أو انحناء وده غير أن الشحنة بتاعتي هتهرب من حوالين الشحنة بتاعتي إذن لازم في شغط السحب يكون صمام السحب مفتوح لكن في شغط الانضغاط لا صمام السحب ولا صمام العادم هيكونوا مفتوح عفوا لا صمام السحب ولا صمام العادم هيكونوا مفتوحي هيجي بقى شغط الاشتعال لأن المجبس طلع قلل الحجم ولما قلل الحجم حسب قانون بويل وشار لما قلل الحجم زاد درجة الحرارة درجة حرارة الخليط علية جدا سواء كانت هوا بس أو هوا مع بنزين معناها أن الوقود اللي جوه لو كان هو بنزين محتاج يعني من أقل شرارة هيحصل الاشتعال فتحصل الشرارة في نهاية شغط الانضغاط يقوم يحصل شغط الانفجار يتمدد الغازات اللي احنا قلنا عليها الأول يقوم ضارب المكبس عشان يحرك المكبس من النقطة الميتة العليا إلى النقطة الميتة السفلة ويحرك عمودي الكرانك طيب لو كان محرك ديزل قبل نهاية شغط الانضغاط يبدأ الرشاش يحقن الجاز بتاعي فيقوم عند نهاية شغط الانضغاط يحصل الانفجار فيبدأ المكبس ينزل بكوة برضو تأثير او تمدد الانفجار والغازات دي هي ايه يرفع درجة حرارة يقوم يزيد الحجم بتاعي عشان يأثر على المكبس يقوم منزل المكبس من النقطة الميتة العليا الى النقطة الميتة السفلة بقوة تأثير الغازات كده المكبس نزل في شوط الانفجار نزل ده الشوط المهم بالنسبة لي خط الطاقة المتولدة دي ندتها لعمود الكرانك عمود الكرانك عمود الكرانك حولها الى حركة دورانية وبدأ المحرك بتاعي يمشي انا لو مشغل المرش في الحالة دي مجرد ان انا احصل على شوط الكدرة خلاص انا برفع ايدي من على المرش بتاعي عشان المرش بتاعي يبدأ دوره انتهى هيبدأ شوط العدم مكبس يتحرك من النقطة الميتة السفلة الى النقطة الميتة العليا صمام العدم اللي هيكون مفتوح عشان نكنس العدم اللي موجود داخل الاستوانة ونبدأ دورة حرارية جديدة في نهاية حلقتنا للأسف الحلقة بتاعتنا انتهت قبل ما نكمل كلام كتير جدا واعذروني النهاردة ففي نهاية حلقتنا بتمنى ان احنا نكون استفدنا هنشرح الدورة الربعية تاني والدورة الصناعية ان شاء الله لكن في حلقات قادمة بشكركم في نهاية حلقتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته